ننتقل بعد كده بقى لملف آخر وبطولة العالم الخماسي الحديث وأخبار بقى مفرحة للكبار والتي بتستضفها مصر خلال فترة من 24 ل31 يوليو بتنظيم بجد أكثر من رائع حقيقي والله العظيم أنا بقول لحضراتكم يمكن الكلام ده أنا بقوله في كل بطولة لأن فعلا يستحق يعني لو حضراتكم من كل متابع الـ opening بتاعهم والـ closing والتنظيم اللي في الداخل وقد إيه فيه سيستم محتوط فبجد كل التقدير اللي قائمين على تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث حاجة مشرفة فعلا وعايزة كمان أأكد أن البطولات الدولية دي اللي بتستضفها مصر في مختلف الألعاب الرياضية يعني في الفترة كمان تحديدا الأخيرة لو ركزنا يعني من كم شهر الأخرانيين دول مصر استضافت بطولات كتير جدا عالمية ودولية استطاعت أنها تحقق النجاح في تنظيمها وده يمكن قد ثقة كبيرة جدا لمختلف الاتحادات الدولية كمان في إسناد هنا بنتكلم ملفات تنظيم البطولات الدولية المختلفة لمصر وبفضل دعمك طبعا يعني هنا بنتكلم القيادة والقيادة السياسية وقائمين على منظومة الرياضة المصرية والشباب الموجود ما نقدرش ننسى كمان للشباب الموجود اللي بيشترك وبيتطوع فيه تنظيم محافل كبيرة زي كده وجهد كبير جدا برضو ليه دور الاتحاد المصري طبعا للخماسي الحديث وإعداد اللاعبين تنفيذ خطاته بالتدريبية في دوق برضو الاستعدادات هنا زي ما بنقول البطولات ووصلة الإنجازات في مختلف المحافل واللي كان أخيرها يمكن في الدية أولمبياد توكيو وأداء برضو كان بالمناسبة للعيم المنتخب القماسي الحديث بيعكس تطور اللعبة دي اللعبة دي زي ما نكنتش بنسمع عنها كتير مؤخرا الأداء فعلا اختلف بشكل كبير لدرجة أنه وصلك لميديليات تبتحصد ميديليات بجراء هذا التطور اللي حاصل فيه القماسي الحديث وده كمان شيء أكد عليه عايز أقول لحضراتك ورئيس الاتحاد الدولي القماسي الحديث وتتكلم كده وقال الكلام ده في العام الماضي لو إحنا عرضنا الكلام ده طبعا قال إحنا يعني أقمنا بطولة العالم للشباب والناشئين في مدينة الأسكندرية التاريخية والجميلة وقال كانت نكحة جدا وستمتع كبار الرياضيين العام ده برضو إن شاء الله أو هيستمتع بنفس التنظيم الرائع فبالتوفيق لنا بإذن الله